اشتركوا في القناة علمه كتراث انتقاده لما كان قليل العلم أو قليل التلاع وفقه الثقافي يعني ضيق فكل ما يسمعه يستقربه وينتقده أما هذا الذي قلته لم يكن من قولي هذا قلته عن أي ما من السلف طالح قالوا بهذه الفتوى المرأة اللي هي غير متزوجها وما كانت متزوجة وما تزوجها أو لم يتيسر لها الزواج والغريزة الجنسية تقاومها ونعرف أن الغريزة دي عاتية فهي تهربا من الحرام وحفاظا على عفتها ترجع إلى مثل هذه الأمور للتخفيف عن نفسها أنهم لا يعرفون التقافة الشرعية سقلت منذ أيام قليلة من طرف جريدة الصباح عن رجلي الذي يأتي زوجته بعد موتها ففجلت حقيقة بهذا السؤال وسألت حين أجينا الصحفية هل في الناس من يفعل هذا الفعل لأنه فعل شنيع ومستهجا ولا يصدر من دي طبع سليم ولا مزاج معتدل لا يفعل هذا إلا من كان مختلا إما عقليا أو نفسانيا على كل حال أنا لا أملك حقا التحريم فالفتوى لا تصنع حسب الرغبة وحسب الهوى ولكنها حكم الله عز وجل لهذا لا حقني أن أحرم هذا الفعل بمجرد رأيي رغم شناعته وبشاعته الدليل الذي استنت إليه في هذه الواقعة وهو أن موت المرأة لا يقطع علاقة الزوجية بزوجها موت المرأة لا يقطع علاقة الزوجية بزوجها فتوقع زوجته بعد الموت يعني في الآخرة كما كانت زوجته في الحياة الدنيا إذن فهذا يعني واضح وصريح في أن العلاقة الزوجية لا تنقطع بالموت بموت المرأة فاتبقى المرأة زوجة لزوجها وإذا كانت المرأة زوجة فالزوج له الحق أن يمارس ما شاء معها مثلا التقبيل فهذا أمر عادي الرجل يقبل زوجته بعد موتها يعني حبان وحزنان وأسفان هذا أمر عادي بيبعاله الناس ولا حرج فيه وهذا لا يعني أنه إذا قلنا هذا الفعل مباح لا يعني أنه محمود وأنه مقبول يعني مبارسة الجنسي على جثة المرأة لا يعني أنه فعل محمود وإن كان مباح اشتركوا في القناة